نستقبل معي الضيف الأول الدكتور عبدالرحمن اشتفات اهلا وسهلا فيك دكتور كل عام وانت بخير اهلا وسهلا نورتنا نورتنا كل عام وانت بخير دكتور كيف امورك يعني التلفزيون الاردني مش غريب عليك وزايرنا اكثر من مرة وصدفناك اكثر من مرة بس اول مرة بليالة المطال نعم نعم حسن الحظ وال يعني حسن بيار اهلا وسهلا شرفنا اتفضل الدكتور عبدالرحمن اشتفات ضيفنا الاول استاذ جراحة العصاب والدماغ تخصت جراحة اورام دماغية ومعالجة بالاشعة المصوبة عميد كلية الطب بجامعة العقبة للعلوم الطبية لئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا وسهلا فيك رمضا وشكرا للاستضافة يعني سعيد ان يكون معاك في هذا المساء الجميل من رمضان المبارك يعني عم نحكي مر اكثر من نصف رمضان يعني ما شاء الله كيف الايام تركض الحمد لله خفيف لطيف خفيف لطيف وحتى الجو كمان خفيف لطيف بلش يصير ربيع اكثر يعني نعم كيف تقدي اوقاتك برمضان دكتور صراحة احنا عنا طبيعة العمل تخلي معظم الوقت للعمل لكن في وقت اكثر للعائلة وتقوس الافطار في رمضان مع العائلة انا طبيعة عملي جزء منها في العقبة وجزء منها في عمان لذلك الايام اول ثلاثة ايام في الاسبوع اول ثلاثة ايام ونص تقريبا بكون في العقبة بكون مع الزملاء بنقضي الوقت في العقبة الايام نهاية الاسبوع مع يوم الارجع والخميس مع العائلة في البيت بالاضافة والله كيفية هاي ثلاثة ايام بالعقبة شو بد الواحد علمني الحمد لله حطيك الف عام رح نبلش مع بعض بصورة ارد غطاها واول فقرة معنا طبعا هذه الصورة للمدرسة الميشية الثانوية للبنين المدرسة التي بدعت فيها ارهاصات التعليم لدي وشغف التعلم افتخر اني خريج هذه المدرسة من بداية الدراسة في الصف الرابع طبعا من صف اول لصف ثالث كنا في مدرسة مختلطة ثم ننتقل لهذه المدرسة طبعا هذه الصورة النهاية للمدرسة كانت هي في مبنى اخر قديم لكن الان ما تم تحديثه في بلدة الميشية هذه المدرسة تأسست عام 1952 تقريبا مع بدايات الدولة الاردنية بما يدل على ان هناك اهتمام في انشاء مدارس ونهضة تعليمية منذ بدايات تأسيس الدولة وهي باختلاف الجغرافية كانت هناك مدرسة وتطورت مع الوقت خرجت هذه المدرسة الالاف من الطلاب منهم الأطباء المهندسون أساتذة الجامعات يعني العدد وكانت مفخرة ومميزة في محافظة المفرق تقع في بلدة الميشية مسقط رأسي وهي تعتبر مكان احن اليه في كل وقت دكتور عشت بالمفرق طول حياتك أول 17 سنة يعني لما خلصت الثانوية بعدين تم الانتقال إلى عمان للدراسة في الجامعة الأردنية سنأخذ الصورة الثانية الصورة الثانية الصورة يعني أنا كنت حابة لكونوا الصور إذا فيه يكونوا بتسلسل مؤين هاي الصورة هاي الصورة عبارة عن نهاية يعني الهرم التحصيل التعليمي عند حصولي على درجة الدكتوراه من جامعة لوند في السويد يوم التخريج هاي طبعا أحمل شاهد الدكتوراه تقليد إنه نفتدي هذا الزي فكانت يعني يوم بالنسبة لي يعتبر يوم تاريخ في حياتي إنه الواحد بيكون مثلا طبيب أريدي هم أخذ لقب دكتور لكن بيحاصل كمان على درجة الدكتوراه في الطب من جامعة لوند السويدي وهي جامعة مرموقة قضيت فيها تقريبا ما يقارب ثلاث سنوات بالإضافة إلى الاختصاص الدقيق تم استكمال شهادة الدكتوراه وكانت من أجمل أيام في التحصيل العلمي والإثراء فيما يتعلق بالاطلاع على الحضارة الغربية والتطورات التي تجري في العالم الغري كم قديت؟ كم من سنة بالسويد؟ ثلاث سنوات بشكل منفصل بقيت متابع لحد 2017 بحيث أن أكون بما يسمى part time وهي كانت منحة طبعا طبعا هي بيعثها من الجامعة الأردنية ما شاء الله عليك تكتور الصورة اللي بعدها هنا الأصل والمنشأ الوالد والوالدة الحاج أبو عبد الله والحاج أم عبد الله طبعا لهم كل التقدير والشكر هذه وين الصورة؟ الصورة هي لها ذكرى خاصة في السويد هاي الصورة في السويد؟ نعم نعم فأجوا طبعا على السويد لحضور مناقشة لرسالة الدكتورة وكان أول خروج لهم يمكن خارج بتعرف في طبيعة القرى والأرياف الأردنية يعني أكثر سفر ممكن يكون للعمرة أو للإشي زي هيك لكن هذه سفرتهم طبعا الحاج أم عبد الله نهديها السلام هي بأبو ظبي الآن والوالد الآن كمان مساء الخير إذا هو طبعا يشاهدنا طبعا هم الأصل في التكوين عانوا طبعا في تلك الفترة في التربية لثمان أولاد هم طبعا أب وأم لثمان أولاد ماشاء الله وجميعهم أنهوا دراستهم الجامعية أخوتي طبعا بين الطب والهندسة والتخصصات الأخرى ولكن كافحوا وكانوا يمثلوا الثلاثية المتلازمة للأردنيين في القرى والأرياف ليست قصة فريدة قصة لكل أسرة أردنية تكافح بين التغيير والمعاناة والحاجة والنظرة إلى المستقبل لأبنائهم ليكونوا في أفضل حاجة طبعا وعندك إخوان تانين أيضا أطباء عندي أخت طبيب وطبيبة أسنان ماشاء الله والباقين مهندسين وتخصصاتهم دكتورة هندسة إلي أخو دكتورة عماد هندسة وإلي أخ مهندس ماجستير هندسة متقاعد من الجيش وأخ حاسوب وأخت فيزياء وأخت محاسرة ماشاء الله وكلهم طبعا خلصوا من الجامعات الأردنية والوالد هو أصلا جندي متقاعد من الجيش خدم في القوات المسلحة 25 عام ماشاء الله ماشاء الله أكيد فخورين فيك أنا فخور فيهم أكثر أنا أعتقد الفخر من جهتي أكثر من جهتهم لأنهم حتى لما أخذتم على المناقشة كانت تتويج لأنهم بيروا الجهد اللي عملوه أنه مثمن الله يطول بعمر الله يسلمك الله يسلمك نشوف الصورة اللي بعد العائلة 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 طبعا أبلش بالتعريف طبعا أهم إشي في الحياة هم العائلة طبعا السند والدعم طبعا مناسبة الصورة حفل تخرج ابن عماد من مدرسة اليوبيل قبل سنتين ماشاء الله وهلا الآن هو ابن عماد سنة ثانية في كلية الطب في الجامعة الأردنية زوجتي أبلش بالتعريف الدكتورة أمل رشيد كمان هي طبيبة ورفيقتي في العمل وفي الحياة كمان بنتي سدين صف العاشر وبنتي حنين الصف الخامس وابني أزر واحد عمر صف الأول ماشاء الله الله يخلي لك يا أم فهذه الأهم إشي طبعا سندهم ودعمهم طبيعة شغلي لو لا وجودهم حوالية لم يتم هذه الإنجازات أو التقدم سواء على المسار الأكاديمي أو على المسار المهني فكثير مشاعر خاصة لهم لأنه أنا مقصر في حقهم سواء هم أو والدي بسبب طبيعة عملي لأنني ما بقدر أني أخطلط فيهم بالطريقة الصحيحة طيب دكتور عادة الطبيب ما بحب ابني يكون طبيب أنا هيك بحس يعني صدقا أنا معك بنفس التوجه وحكيت له ابني لكن هو مصر هو عنده رغبة شغف كبير أن يكون طبيب ويتخصص في مجال معين فأنا لم أمنع أن يروح عذب فأعطيته حرية الخيار لأن هذه الأمور حرية خيار لأنه مستقبل بالآخر لكن والله أنا صراحة من داخل لم أكن مشجع لم أكن مشجع شغف الصورة لبعد طبعا هذه القصة قصة وحدة القاما نعم هذه وحدة القاما نايف صورة لمبنى وحدة القاما نايف في مستشفى الجامعة الأردنية وهي وحدة حديثة فيها جهاز القاما نايف يتم فيها معالجة الأورام الدماغية والأذية والتشوف في الدماغ عن طريق الأشعة المصوبة بدون جراح وهي تقنية حديثة تتماهى فيها التكنولوجيا العالية مع الطب بحيث أننا نوفر على المريض كلفة الجراحة وكلفة فتح الرأس لا تعرفها وبالتالي هي تكنولوجيا عالية الدقة تم احضارها من السويد الفكرة أجت من نفس الجامعة التي درست فيها اللي هي جامعة لونب السويدية حيث أن البروفيسور الذي اخترع القاما نايف هو بروفيسور في هذه الجامعة فكان الهاجس لدي وخلال دراستي أني أحضر هذا الجهاز إلى الجامعة الوردية وتم بعد رحلة انشاقة الحمد لله وكيف شعورك الآن طبعا شعور بالفخر هنا الرسالة اللي بدي أحكيها رندل أنه أي واحد بدروح بعثة أو بدروح الخارج لدول متقدمة يجب أن يفكر في ماذا يخدم وطنه أو ماذا يحضر لوطنه شيء جديد أو إضافة أو ما نقول أنه إشي بيضيف نوعياً للخدمة سواء كانت خدمة صحية أو وطئفر يعني أي نوع آخر من الخدمة اللي يستفيد منه المواطن الأرطني وكمان صورة صورة في العمليات طبعا المكان الأعز والأغلى لكل واحد جراح اللي هو مكان العمليات اللي بيمارس في مهنته ويساعد المرضى على الشفاء هاي الصورة حديثة جدا وتخيل يعني أنا بحكي عن دراسة مدتها تقريبا 16 سنة بعد التوجيه أو بعد الثانوية العامة يبايش بدها جلد هنا أنا لسه بكورس تدريبي عن جهاز جديد اسمه أكسسكوب بالسويد فقبل شهرين هاي الصورة فأنا الرسالة منها إضافة لحبك لمكان عملك يجب أن تراعي تطورات وتبقى على الطلاع وهي رسالة لزملائنا لطباء سواء اللي في بداية مشوارهم أن تكون دائماً جاهز أو عندك قابلية أنك تتدرب وتطور نفسك لأجل أولاً خدمة مرضىك والإضافة النوعية لنفسك ما شاء الله عليك دكتور أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً تحية لكم متابعينا بليلة رمضانية أخرى من ليالي رمضان ومعنا الأخصائي الأعصاب وجراحة الدماغ الدكتور عبد الرحمن شديفات أهلاً وسهلاً فيك دكتور أهلاً وسهلاً فيكم أهلاً وسهلاً دكتور شو دفعك لاختيار هذا التخصص جراحة الدماغ والأعصاب؟ حقيقة هو يعني مع الدراسة في الطب بتتكون عندك شو تخصص اللي أنت بترغبه بالطبع يا أحب الليش اللي فيه تحدي والصعب يعني فكان من يعني بالطريقة هاي أجل لما خلصنا بكالوريس الطب والامتياز كانت فيه امتحانات للقبول في الجامعة الأردنية للإختصاص وقدمنا الامتحانات ولم يقدم إلا للإختصاص لأنه خلص عندي يقين أنه بدي هذا التخصص ما قدمت على أي شيء تاني؟ لا لا إطلاقاً ما شاء الله شوف كيف الواحد بكون عارب أنا والله دخلت الجامعة وطلعت ما أبعرف شو بدي أتخصص أهم شيء تحديد الهدف للحياة سلام عليكم دكتور عبد الرحمن وطامر بسيسو الله يسلمك رحتي العقبة فيك آه نعباوية أهلا وسهلا أهلا ياك الله اليوم يعني دكتور عبد الرحمن بيحكي لك ثلاثة أيام بداون بالعقبة وثلاثة أيام بعمان بحكي له كيفية كل نهارك بين العقبة وعمان اليوم طامر بسيسو كمان موجود معنا أهلا بننرحب فيك الله يسحدك بدي أعطيك ألف عافية الله عافية على كل الجهود اللي عم تقوم فيها على موقع التواصل الاجتماعي الحمد لله مبروك التكريم الله يبارك عمرك بالوسام وسام ليوبي الفضي من جلالة الملك عبد الله الثاني احكي لي عن هذا التكريم وشعورك مفاجئة والله يعني لمزرع بحصد والحمد لله رب العالمين يعني بوقت قياسي قصير كصانع محتوى على موقع التواصل أني أكون تقريبا أصغر أحد الأشخاص أعمارنا اللي تكرموا من جلالة سيدنا وتوقع الانفلونسر الوحيد في تاريخ الخمسة وعشرين سنة اللي تكرم برضه نعم مبسوط فخور بحالي تامر كمين سنة إليك على السوشيال ميديا من بعد كورونا أنا إلي تقريبا ثلاث سنين بتابعك من كورونا لليوم سنتين لا وين كورونا تقريبا إلي سنتين فيرل عشرين 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 أربعة ستين كورونا والله الأيام تتمشي شرعة هلأ أنا لليوم بختصر سنتين من عمري بعد كورونا نخصمهم من العمري طبعا تامر يمكن من الأشياء اللي كتير تميزت فيها هي الترويج السياحي صحيح العقبة وإحنا بعيوننا العقبة أصلا جميلة وبنتغزل فيها على طول ولكن الطريقة اللي أنت نشرتها المحتوى كتير كان غير وغير اعتيادي حتى وجود أولادك ما شاء الله عليهم معك يعني يمكن بيعطي كمان دفعة حكي لنا شوي أكثر عن هذا المحتوى كيف طلعت بهذه الأفكار بلشنا بكورونا كمشاهد لصناعة المحتوى في الوطن العربي كان فيك افتقار كتير أشياء خصوصا بالأردن ما حد بعملها نظرتنا لصناعة المحتوى للمشاهير كتير أشياء رسالة إيجابية التوعية الترويج يعني من سنتين ثلاثة كانت مظلوم المناطق السياحية في الأردن على السوشال ميديا يا هلأ هبت من سنتين وطالع الحمد لله رب العالمين يعني نسوي الأشياء اللي ما كانت موجودة على السوشال ميديا السوشال ميديا صناعة المحتوى بحر لو تقعد 100 سنة بيظل المجال مفتوح قدامك لأفكار جديدة وأشياء جديدة من ناحية تصوير إخراج إنتاج أفكار يمكن أنت كمان طبيب تامر أخصائي بصريات أخصائي بصريات أبتومتري أبتومتري أنت ماشي كثير على السوشال ميديا لكن وجود العقبة وجود الأخ تامر في العقبة أشياء مهمة نحن نلاحظ أنا موجود تقريبا سنة ونصف وبدأ أكمل سنتين في العقبة هناك تطور ملموس للأسف لو للأحداث الأخيرة كانت فيه هب كبير لكن الأحداث الأخيرة في غزة خففت السياحة أنا من العقبة يا عيوني آه يا عيوني من فوق المركب شوفوني الله 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 يا فضاء الله الله ماشاء الله شكرا شكرا رندا حبيبتي مساء الخير إليك و لضيوفك شو الطوء اليوم ملك الجديد عجبك حف العقبة شكلها معرفتون عليها آه مدام فضة أهلا وسهلا معك مدام فضة وحكينا مدام وإنت هلأ بفكرة لحظة مع فضة حضرتك والدكتور طبعا أعطونا الشارع تبعتي في حدا ما بيعرف مساءكم خير مرة تانية مساء الخير دكتور مساء النور أهلا وسهلا دكتور الشعب أعصابه تعبانة شو بتعمل بهاي الحالة لما يكون الشعب كله أعصابه تعبانة بريحه الله يخليك دكتور دكتور وتامر أنتوا هلأ بفقرة لحظة مع فضة واسمحوا لي أسألكم بعض الأسئلة تفضليك شكرا دكتور تفضلي بنشوف دكاترة الجراحة والأعصاب والدماغ عندهم شوفة حال معقول أنت منهم ولا لا ويريت تجاوبني بشفافية أكون معك صريحة يا فضة طبيعة التخصص والجهد اللي يبذل في التخصص يجعلك أنك تشعر أنك مميز لكن ليس أنك شوفت الحالة تعتمد على الشخصية الشخص وتنشئته أو هو شو الانطباع اللي عنده لكن بشكل عام عالمياً يوجد دراسات أنه جراحين الأعصاب عندهم شيء من الشعور بالتمييز يعني نوعاً ما لكن ممكن يصل أو يفسر من المشكل تمييز آه هذا اللي يجاكي يا فضة والله يا دكتور بعد اللي عرفته أنك أنت قضيت 16 سنة تقريباً دراسة بعد التوجيه بطلالك تشوف حالك صراحة لا إحنا نظلي ما بنشوف حالنا على مرضانا ولكن بنشوف حالنا لما إحنا بنكون في إنجاز وتقدم وتمييز لكن على مرضانا إحنا مع مرضانا بنكون نتعامل معهم بإنسانية وبطريقة داون تو إيرث يعني زي ما بيعكم طب مع طلابك بالجامعة طبعاً الدكاتيرا بيحاولوا يهروا الطلاب هريس فهل أنت من هدول الدكاتيرا ولا راحبين مع طلابك؟ نوعاً ما أنا شوي صعب مع الطلاب ومع المتدربين وحتى في الامتحانات لأسباب عدة أنه مهنة الطب لا تهاون فيها وإذا بدنا نتهاون فيها بدي يكون على حساب صحة أهلنا ومرضانا الله أعطيك العافية دكتور طب دكتور دايماً في مواقف عصيبة أو مواقف مميزة بتصير مع الطبيب احكي لنا موقف من هالمواقف هو بشكل عام أصعب إشي بيصير معك اللي هو لما يكون حياة المريض بين يديك هل أنت قادر على أنك تنقضه أو خصوصاً في عمليات جراحة العصاب نعم أحياناً إحنا بنمر بمراحل أن حياة المريض بتكون على المحك إنه إذا بتعمل كذا خلال الجراحة بتعرف إحنا جراحتنا بتطول أحياناً 9 ساعات أو 10 ساعات في جراحة العصاب نعم خصوصاً جراحة الأورام الدماغية لكن بالتوفيق وبالتدريب أنت بتتجاوز هذه المحن تصل إلى مراحل أنه فيها سترس فيها أنك بدك تنقض مريضك وليس الهدف أنك أنت معصب لأنه أنت طبيعتك أنك بدك تعصصب لأنه حياة مريضك بين يديك صار عندي عدة مواقف خلال مهنتي أنه بالعملية أنا الآن بين المريض بين الحياة والموت في أكثر من موقف لكن الحمد لله بوجود فريق متكامل ووجود كذلك لكن الحمد لله الأمور تمشي الله يقويك دكتور تامر أهلا عمرك أنقضت سمكة معينة طلعتها من المي وأنقصتها من الموت يا حرام كانت راح تغرق الحمد لله أنقصتها بالساعات الأخيرة تامر طبعا معروف عنك قديش أنت مغامر ورياضي كنت رياضي كنت؟ أهلا أو هذه العضلات هاي هيك على الفاضي؟ والله كانت كنت بطل مملكة بس مع الانشغلات بطلنا آهه مصاري السوشال ميديا نستك الله يسمع منك صيد غنى ولا صيد فقر الحمد لله طيب تامر احكي لنا رياضة بصريات مغامرات دعايات بعديها شو ضل عندك تسوي وخاصة بعد ما شفناك تامر فوتو سيشن تحت الماء ما شاء الله كيف بالله شفتيها؟ كانت من أكثر المغامرات يعني جنونا صراحة غيرت أنا فضة؟ أوياني عن ضيوف يا فضة؟ تحلي بوز فضل في الضيوف ماذا يوم؟ ما فيه؟ هذا تأثير عمان شو كان ممكن يكون محتواك؟ عن الأزمة آزمة السير قدر والله خانقة حتى نبارح شفناك علاقة على الأزمة واليوم كمان أفطرنا بالشارع فينا خلينا عايشين بطريقتنا نحن مسامحك في الأزمة وفي العيشة بعمال طيب يا تامر عكل حال أهلا وسهلا فيك دكتور جيلك العلاج بالروبوتات الأيام اللي جاية دراستك وحياتك شو رح يصير فيها ساعتها انت والدكاترا والأطباء بوجود الروبوتات والعالم التكنولوجي الجديد يعني الروبوتات هي اختراع الإنسان يا فضة وبالتالي هي بحاجة للإنسان طول حياة الروبوتات والإنسان شو هي بحاجة للإنسان الروبوتات وليس الإنسان بحاجة للروبوتات واو عجبتني خلتني أتفائل بالمستقبل لا حقيقة يعني ملح يجي روبوت بدالي لا فضة هي الآن الأردن مثلا نحكي عن مستوى الأردن الآن في الثورة الصناعية الرابعة اللي هي الثورة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ما شاء الله يعني الأردن بفضل قيادته بفضل جلالة الملك وسمو ولي العهد الآن احنا مهيئين ندخل الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي من خلال تأهيل الكوادر يعني الحمد لله بلدنا ما في عنده صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا أو اللي اتفضلت فيه الروبوتات فاحنا مطمئنين بهذا الشأن صراحة شكرا لكم وشكرا تامر شكرا رندا حبيبتي فضا حبيبتي انتي لا روبوتات ولا جيل خامس ولا سادس ولا سابع انتي ما إليك مثيل يا عمري أنا ما إلي حل ما إليك لا شك بس أنا حسابك عسير بعد الحلقة لا شك أو على الفاصل رندا ايوة بحبك بموت عليك يلا فاصل اهلا وسهلا فيكم اخذنا الحديث يمكن عم بحكي مع الدكتور عبد الرحمن اشتفات وعم بحكي مع صانع المحتوى المميز تامر بسيسو عم نحكي عن استغلال واستخدام مواقع تواصل اجتماعي تامر انت مش بس روشت للعقبة كنت من احد الاصوات اللي تحدثت عن كل اللي عم بصير بغزة بطريقة فيها احترافية بطريقة مختلفة فكنت عم بسأل تامر تحتلاوه انه كيف بلش هذا الموضوع وكيف صارت تشتغل بهاي الطريقة بالنسبة للأحداث ولا على السوشالية كل اشي يعني هل قد الفيديوهات باحترافية هل قد الشغل محترف الحمد لله يعني ثقة الناس في تامر كتير كبيرة ومسؤولية كتير كبيرة على عاتق تامر في اي حدث بصير في الاردن ولا في الوطن العربي انه نوصل للرسالة الصح والصورة الصحيحة كيف تناصر المظلوم كيف تساعد المحتاج كيف تحكي عن القضايا المجتمعية في الاردن وفي الوطن العربي تحكي عن السلوكيات السيئة كيف تنشر الوعي بين الناس هذا واجب على كل صانع محتوى عنده عدد من المتابعين انه ينشر هاي جرس برين بس كمل عادي اكمل بس ترجعي خلاص اوكي بس بس نستقبل الضيف القادم اشتركوا في القناة شكرا الناسسر يا اخوان ما شاء الله ما شاء الله شكرا الناسسر وان شاء الله يا ربي نشوف النصر ونسلم يا رب نرسم الله بكم وإذن الله يا رب أمين يا رب يعني في مهند احنا يمكننا اليوم كنا نحصل مع تامر على موضوع صناعة المحتوى وكون صانع المحتوى وكثير حكا عن القضية الفلسطينية وعن غزة دورك كفنان اديش مهم ايضا في ايصال هذه الرسالة وانت موجود في اميركا كمان يعني في مسئولية باعتقد فيها على عطقة بلد وجهة نظره مختلفة مية بالمية طبعا أكيد يعني الفنان ليس فقط الفنان بل دور كل إنسان عنده محتوى وإنسان لازم يكون له رسالة يوصل فيها رسالة شعبه وإحنا كفنين فلسطينيين أو فنين أردنيين أو فنين عرب بشكل عام لازم يكون عندنا هدف من فننا وأكيد الهدف يكون من خلال توصيل رسالتنا ورسالة شعبنا إحنا شعب يعني صامت شعب يعاني من احتلال وأكيد طبعا دوري كفنان وهذا أقل شيء ممكن نقدمه كفنانين فلسطينيين وإحنا معنا نقدم أكيد مقصرين إنه نوصل رسالة شعبنا نوصل رسالة أطفالنا وشيوخنا ونسائنا من خلال عمل يكون فيه معنى رجولي اللي تعلمنا عليه وتأسسنا عليه بفلسطين الحبيبة وأكيد طبعا يعني أنا هذا الشيء الحمد لله عملته من خلال أغنية الفلسطينيين اللي قدمتها وصورتها بمخيمات فلسطين وإلي الشرف ولازمنا منقدم وراح نقدم لأنه أقل شيء من قدمه لشعبنا مهند أنت كل سنة بتيجي بتصور الشعب الأردن سر حبك للأردن يعني أنا ما بنقدرش نحكي لأنه كل قلب أردن متعلق بفلسطين وكل فلسطيني متعلق بالأردن بدون شك يعني إحنا شعب واحد من الشعبين وإحنا ناس بفتخر بمحبة شعبنا الأردن الغالي وهذا بلد الثاني اللي أنا بفتخره بعتصفيه وكل تيم العمل اللي بيكونوا معاي أثناء وجودي في تصوير أعمالي الوطنية الفلسطينية بيكون في صراع وهجوم من الحب لتنفيذ هذا العمل من قبل أبناء هالشعب الطيب والشعب العظيم اللي طول عمرنا احنا تربينا عن بعض ومحبتنا والألفة المصدرة لكل عالم هي الألفة بين الشعب بين أردن وفلسطين اللي شعب واحد أكيد طيب مهند حبي نسمعي صوتك أكيد طبعا أكيد راح أحكي مقطع من أغنية فلسطين تاجع الراس وكمان مرأ الله يصبر أهلنا في غزة الحبيبة إن شاء الله نصر قريب بإذن الله حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على جبين حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على جبين حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيك حيو الوطن حيو اسمك غزة علو في أرضك رجال تهز جبال وتفديكي وإنما نروح معاك الروح ويشهاد علينا الله فلسطين تاجع الراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوه الروح حماها الله وأنا مهما روح تلفك زي حضنك والله ما لقيك كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله صحيح صحيح الله يسألك كلمات وصوت الله يخليك دكتور دكتور أنت من الناس اللي ممكن تسمع موسيقى أنا بعرف فيد أطباء بيعملوا عمليات ويسمعوا موسيقى أحيانا نعم 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 يعني مثلا إحنا فيروز مثلا إلها برغة خارج أكيد يوميا بسمعونا في الطريق فيروز يوميا بالإضافة للأغاني اللي إحنا بنجيلنا يعني إحنا كنا شباب أيام اللي ساتنا شباب بس إحنا ما شاء الله عليك كنت يا أحدين يشتكبره فعلا إذا ما كنا يعني بنسمع على فيروز كاظن الساهر أم كلثوم لكن الله يسافك دكتور حبيبي مهند بالإضافة للصوت المحتوى الكلمات الكلمات معبرة إحنا الآن الفن يعني ليس فقط صوت يعني إحنا يجذبنا المحتوى الكلمات ذات معنى يعني هاي كلمات ذات معنى إلاها دلالة وبتأثر في المستمع طبعا والموسيقى هي الروح الشعوب وبتوصل رسالة يعني زي ما كنا عم نحكي قبل شوية عن السوشيال ميديا تامر كنا عم نحكي قبل ما إيجا مهند كنا عم نحكي عن موضوع طريقة شغلك على المحتوى على السوشيال ميديا وطريقة أنك توصل الرسائل عن طريق السوشيال ميديا أكيد طبعا لازم تتميزي التميز هو أساس النجاح وأنا واحد من الناس طمع نجاح كل فترة وفترة أكيد طبعا كل فترة وفترة لازم تطوري من شغلك من طريقة تصويرك من طريقة أفكارك قبل ثلاث سن كنت أصور على التليفون سعره خمسين دينار بعدها أطور أجيب التليفون أغلى بعدها أجيب الجو برو بعدها أجيب كاميرات بعدها هسه عندي تيم كامل بصور في العقبة في عمان هسه عندي تيم كامل إخراج إنتاج أفكار مانجمت أكيد طبعا هذا كل وراء الكواليس هذا اللي منشوفه مش طبيعي أي أساس شغل ناجح كل شغل ناجح يعني دائما بنشوف واحد كان عنده بسطة أكل مثلا انتهى الموضوع في فرع بعدها صارت أفرع بعدها شركة مدير ومساعد مدير وحر وشغلات هاي لازم تطور ستب باي ستب مهند الآن وجودك بأمريكا ووجود الجالة الفلسطينية والعربية في أمريكا قديش بتحس دوركم مهم بإنكم توصلوا صوتنا صوت العرب وصوت اللي عم بسير بفلسطين للغرب أكيد طبعا إذا بتلاحظ في الأول الأخيرة أثناء المظاهرات الوضع اختلف عن ما قبله يعني صار في وعي عند الشعب الغربي لأول مرة في تاريخ حياة الغرب بسير قبل فالمظاهرات يعني تلاقي الحضور الغربي طاغي بقوة طابعا ما كان يعرف إيش عن فلسطين أبدا والفيديوهات اللي صارت في فترة أخيرة شوف في الكون وستاذة أمريكا حامل العلم بيطلع الفري فري برستان يعني هذا الإشي بأكد أنه صار صحوة وصار الإعلام يعني ليس فقط الإعلام التلفزيوني تاعهم اللي هو طاغع كل العالم صار اليوم السوشال ميديا توصر وتكشف الحقائق هذا بدل على أنه الحمد لله ربنا كبير وقف مع شابنا الحبيب هذه من الأسباب اللي تعرضنا لها أنه حساباتنا تتبند أنا نشطة بحسابي سناب شات بعد عشر دقائق متوثق أنا هلأ جاي أسألة قوة السوشال ميديا في حرب غزة هي لساعدت الموازين فقط نعم 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 كل اللي عنده على موقع التواصل الاجتماعي صوت نعم كل يوم يا تتبلك يا فجأة الستوري ما عشر اندار عندي على انستجرامي يعني ما أعرف ممكن أصحى ألقي مشتوب فأسهل هناك صمود حرصين أنه نستمر الشطارة بالوقت الحالي مش أنك تطلع تحكي بشكل قوي اللي بدك الشطارة أنك تظل واقف للآخر جريء ومش فارق عندي وحسابك طار طيب طار حسابي ما هذا استفيد راحت علي وراحت على الناس اللي كنت بدعمها هلأ كيف عم تعمل يعني أنا كان عم بوصلني تنبيهات 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 بعدين زبطنا الموضوع بطلت تعرفي على الخوارزمية تحت التطبيق اللي انت التعامل معها كيف توصلي معلومتك بطريقة ملتوية بس أحكي لك إشي تامر أنا مثلا ما كنت أقدر أشروف في حساب تامر إلا لما أدخل أكتب تامر بسيسو يطلع لي الحمد لله راح قبل المبارك راح البلوك هذا اشهدوا بان آه فكرت راح لحساب لا لا إن شاء الله لا يعني من كتر مهم كمان يعني ناس يعني صار تتبع مع السوشال ميديا مش بطل هم السياسيون كذن صار ركسوا وعطوا ميديا أنا عملت أغنية قدمت لأهلنا في غزة دام العزم دام نزل الفيديو وقفوا لي فورا إنه في مشاهد من أبناء من أبناء أنا وأطفال ثلاث مرات رفضوا الفيديو لغاية ما إنه عملتوا بطريقة اللي هو فلسطينية بسيطة صفحاتنا ما بتنعرض في أمريكا ولا كندا ولا غرب ولا صفحات الأخبار الجزيرة ورؤية ولا إش ولا إش بفتحي بيقول لك يعني مش مدعوم في الدولة أنا أصحابي بعثولي من كندا ومن أمريكا بقولوا لي تفرجي إحنا هذه الصفحات ما بتنلعب ليش طيب شو السبب بس هذا كمان بدل على صوت السوشيال ميديا أكيد طبعا أول مرة أول مرة نعم نعم هو من مشكلة يعني إحنا بالسبعينات والثمانينات ليش الغرب الجيل الآن موجود مغصول عقله فقط كانت الجريدة والتلفزيون الأمريكي اللي بيسيطر عليه الآن صار عنده شيء ثالث مصدر ثالث وهي السوشيال ميديا فصار الانقلاف في الرأي يعني ناس زي تامر مهند مثلا وحدة فنان أو دكتور يعني أي حدى بهذا المجال قدر بهذه الحرب نحكي انتصرنا بالحرب الإلكترونية إن شاء الله نظل المستمرين للآخر يا رب يا رب الناس تظلها مستمرة للآخر في إيصال صوت المظلوم بعيد يعني أي شيء تاني يعني الواحد بحزن على الأطفال والنساء والرجال والشباب تعليق بس مش بس نساء وأطفال الرجال الكبار بالعمر صحيح كل المناظر اللي عم تطلع ما في إيش الواحد بقدر يتخيله يعني أنا يعني مية وتمانية درجة تغير محتوي بآخر ست شهور جدا تحولت صفحتي إلى صفحة إخبارية وصلنا صوت المظلوم قدرنا بشكل كبير إنه نوصل الناس بغزة الحمد لله رب العالمين بشهادة أهل القطاع يعني من أكتر المساعدات اللي تدخل القطاع هي مساعدات الأردنية في كتير ناس وأحياء سكنية وجمعيات خيرية وشباب أي شيء يعني بنقدر نسويه ما بنقصر وأنا لو صحيح لي أطلع غزة والله لا أطلع وحكيت وسويت مع الخدمات الطبية واللي بيطلعوا على غزة والوفود الطبية أني ما يعني أمنيت حياتي أروح بس يعني أثبت وجودي لا ولما تحكي مع الناس أنا كتير صار عندي علاقات داخل غزة وكلهم دائما الله يفرجها عليهم إن شاء الله الكل علينا دور كبير بس بدي أغلبكم لأنه وصلت ساعة البريد وفقرت بوستو أهلا وسهلا أفضل رمضان كريم عاي بريد للدكتور عبد الرحمن الجدفات أهلا وسهلا أفضل أفضل شكرا أفضل لك شكرا دكتور هناك سؤال وهذا السؤال يحق لك أنك لا تجاوبه وهذا السؤال من فريق الإعداد ولا حتى أنا بعرف إيش هو السؤال ويحق لك يجاوب ويجاوب وهو يعتقد يكون محرج أحيانا للإجابة لا لا بقرأه بجاوب بالعكس بتجاوبه سؤال خطة حربا استمرت أربع سنوات من قبل عدة أطراف لإنشاء وحدة القاما نايف في مستشفى الجامعة الأردنية ما السبب وراء هذه الممانعة والحرب سؤال وجيه ودائما أنا بجاوبه يعني هي ليست حرب هي معركة من عدة حروب لكن للأسف كانت أشياء تفسر وأشياء لا يمكن تفسيرها في شخصنا فيه بروفيشنال جيلسي يعني أحيانا بتحس وفي أشياء كونفلكت أوف انترست يعني مع جهة معينة اللي هي الأشياء الربحية والمتعلقة بالإحتكار وغيره لكن هذه المعارك اللي هي انتهت أو هذه الحروب والتي انتهت بالمعركة الأخيرة كانت الحمد لله إجي زي ما شفنا صورة الوحدة موجودة والجهاز موجود وتم معالجة ما يقارب 300 مريض فالحمد لله انتهينا بيانا الممانعة أذي ما حكيت لك فيه شيء غير مفسر لكن بجهد لكن بالمقابل الحرب كان في ناس داعمين كثير هنا أخص يعني بالذكر اللي استمر معاي بنفس المعركة لما جبت الفكرة من السويد أستاذي وقدوتي اللي هو كان له دور كبير وكان في فترة من فترات وزير التعليم العالي لقناعته بهذا المشروع المشروع حاولنا نقنع فيه الجهات المتعددة أنه من ناحية الأعداد وأهميته للبلد ووجوده كجهاز حديث في الأردن لكن للأسف الممانعة جاءت من أطراف عدة لكن بالنهاية انتصرنا فيها لا يصح لا صحيح بالضبط بالتوفيق دائم من لكم الله يسمح مهند جديدك بإذن الله في هذه الفترة إن شاء الله أنا جيت على الأردن الحبيب عشان أصور عمل لبلد الحبيب فلسطين وبدأ أن تهزم فرصة وأشكر كل أحبتي في مخيم صوف في جراش اللي دعمونا رغم الصيام ورغم التعب شاركوني في هذا العمل وإن شاء الله بطلع على النور قريبا بس الله يهدي البال بإذن الله وهذا زي ما حكيت لك أقل شيء ممكن قدموا لبلدنا كفنين فلسطينيين إنه إحنا نوصل رسالة شعبنا لحبيب من خلال نوصل لتجيل صغير جيل اللي بسمع أعمال فنية إنه علموا شو تراصنا شو أغنينا شو الأشياء اللي تربينا عليها فبشكر شركة كواليس موغج عبد الفتاح اسماعيل وحبتي في الشركة وعمران كمان اللي ما قصروا أبدا في إنه نعمل هالعمل وتعبوا معي فيه فإن شاء الله يا ربي بإذن الله إنه نطرح العمل وشعبنا منتصر بغزة الحبيبة يا ربي إذن ربي العالمين لأنه زي ما حكيت لك أجمل شيء الفنالة ما بيكون بيعمل شيء من قلبه لبلده وبيقدم رسالة والأجمل كمان إنه لما تلاقي أحبتنا وشعبنا الغالي بلدنا التاني في الأردن اللي من قلبهم بيعملوا هالعمل وبيساعدوني ترى وحياتك من 7 أكتوبر لغاية اليوم وهي تامر والدكتور بيشهدوا وبهذا الستوديو من أول يوم لغاية اليوم ما في يوم ما بيمر إلا ومنذكر فلسطين وغزة وكل ما يحصل دائما بالقلب يعني دائما جلالة الملك من أول يوم لغاية اليوم وهو يبدل قصارى جهده من أجل فلسطين وإحنا شعب واحد ومحكي لك بتلمسي الحب وخاصة جاء من أمريكا وكنت متعطش أن أشوف هنا في المخيم وزقاك وكل شيء والحج اللي أجد كمان شاركت في العمل كبير في السن رغم الصيام أول مول تلها العمل في فلسطين صعبة وصف لك يعني جد تامر رغم الصايم وكل شيء ضلت معنا يعني في التصوير يعني شحير رندو بموضوع الغزة إحنا كمان أنا كرئيس جمعية ثقافية العلمية لأساتة الجامعات كان آخر نشاط كيف ندعم أهل غزة أكاديمية وكان هذا النشاط موجود في الجامعة الأردنية وكان برعاية رئيس الوزراء فهذه الجمعية اللي هي ممبر لأساتة الجامعات كمان تعبر عن نبض الشارع ونبض المجتمع فمن مخرجات كيف نساعد الأكاديميين كيف نساعد الطلب الذين قطعت فيهم السبل في غزة خلال الدراسة واللي عنده مثلا رسالة وبدوا يناقشها فكانت رسالة من الجمعية جمعيتنا الناشئة واللي إن شاء الله هي الآن في طور التطوير وإحنا راح كمان نعمل مجلة علمية فهذه الجمعية كمان أنا بحيي زملائي اللي في الجمعية وإن شاء الله تكون منبر من منابر الوطن لتقدمه وتطوق رح تكون العافية رح ننتقل على فقرة بين أهلنا في السلط مع زملتنا دانة فضة وتحياتنا أكيد لكل محبين ومتابعين بالسلط أهلا وسهلا فيكم بفقرة بين أهلنا زي ما أنتوا شايفين أنا اليوم موجودة بمدينة السلط الجميلة المعروفة بعمران هالجلزاب الذي لا يوسف اللي بتعرفوه عن مدينة السلط أنه تم اختيارها تكون ضمن المدن التراثية العالمية قصص وحكيات حروفها مكتوبة من ذهب اليوم جولتلي بمدينة السلط رح نكون بضيافق عائلة من مدينة السلط خليكم معنا أهلا وسهلا مرحبا خالتي هلا خالتي هلا شو أخوار كل عام ونت بخير وانت بخير وصحة وسلام وريحة البيت بتشاهي سهلا سهلا خلينا نحكي برمضان في مدينة السلط كيف العادات عندكم تجهي قبل رمضان خلال رمضان نعم كيف العادات عندكم لما بيبلش رمضان بتملش عنا العزايم دار أخو اليوم دار أختي يوم دار خالي دار عمي يعني بخلص رمضان وإحنا مصح الناس يبطر ببيت اليوم يوم أكيد كان في عادات قديمة قبل بأيام زمان تقلت له لأ معكم لهذا الجيل زمان برمضان كانوا هذا جاري يجيب صحن هذا جاري يجيب صحن هذا جاري صحن تنتلي السفرة وإنه مرات تصدف الجار طابخ مرتين عدس وإنه صحنين عدس جايات نفس الشي هلوم جرى إحنا اللي طابقين منه نودي منه لجيراننا مستحيل كنا نودي الصحن فاضي والصحن لازم يرجع مثل اليوم كله سفري كله سفري حكينا عن أطبال مشهورة في هالصول وإيش عادة بتطبخ لرمضان هسا بوقتنا الحالي مقلوبة منسف صواني يعني الأكلات هاي بس زمان لأ كان رشوف حميميصة تعتيل مقلاء يعني شغلات قديمة فتت العدس كانوا مع راس الفجل مع العشب الأخضر مع راس البصل كانت بتشهي يعني اليوم في لحمة وفي كل إشي بس زمان كان أزكى يعني لسه أطبع زمان هلأ عم تعليميص الرشوف دايما بطبخه المفتول دايما بطبخه يعني هاي الأكلات أنا ما بقتحها من بيتي لأنه أولادي تعودوا عليها وكمال بحبوها قالت أول ما عادت قلتلك طريحة للشغلية إيش نرحب حبي الطبخ تلبك مقلوبة بالعكوب وبالفول وبالزهرة ياويل دلتش كان يعني العكوب إشي مميز العكوب إشي مميز عنا لازم نطبخه بأيام الشتوية لازم وبرمضان 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 ومقلوبة عشان نقلبها ياه تفضلي أهلا وسهلا القلب أنت بديك فيها ربيها واحد نين راميت أهلا وسهلا لأحياك والله يلا يا خال تلك هاي يؤذن تنظر توكلوا على الله قولوا بسم الله نفضل 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 أنا أعرف هل جد خالتو بدي أحتيسلم أمدي في عيك دقخو صحة معا دعاكو بشاه نور وسرور بخور تسلمي كتير تنة تسلمي حميتي وصراحة عن جد يسلموا إذن في غلبتك أنا اليوم اتشرفنا بيكو رمضان كريم إن شاء الله رمضان الجاي هاي فيجوا عني أعمل قطمخة جديدة عل صوتك الحمد لله بتحب إنك تطلع على السوشال ميديا مع بابا ناسر تعرفت مبسوط إنه على التلفزيون بقول لسه ناصر راح ينقهر سلم على ناصر طيب عمله باي ساعده الله يساعدك الله يخليه أنا اليوم سعيدة جدا فيكم بس قبل ما هيك نختم وناكلنا لؤمة مع بعض بدي أوجه تحية لزميلاتي بالميدان ويمكن بدي أوجه تحية لزميلة دانة فضة الكل بيحكي ما شاء الله طويلة وكثير صارت تساعد مع التعليق من أكثر من أحدا بس لأقولكم أنه دانة فضة لاعبة بمنتخب كرة السلة ومن سنوات عديدة فأكيد إن شاء الله يعني من هون لأخر رمضان رح تتعرفوا عليهم كلهم من قرب زميلاتنا في الميدان إيمان وناتالي ودانة فتحياتنا لكم يعطيكم ألف ألف عافية ضيوفنا الكرام سعيدين جدا بوجودكم إحنا أسعد والله والله سعاتي فيكم كبيرة ودكتور هيك كلمة منك أكيد لكل اللي عم بتابعونا أولا أشكركوا على الاستضافة والعمل الرائع يعني أكثر من المتوقع كان الأداء بيعطيكم العافية لكن أحب أوجه رسالة لكل أردني لكل عربي غيور على الأردن الأردن كبير بمنجزاته يجب علينا أن نحافظ على المنجز ونبني على المنجز بلدنا قوية بقيادتها وبإنجازاتها أتمنى من الجميع أن لا نجلد ذاتنا أكثر من اللازم وأن لا نصل لمرحلة أن كما قال الشاعر أضعوني وأي فتن أضعوا لا يا دكتور البلد بألف خير الحمد لله ولذلك بلدنا بألف خير بقيادتنا وبجمودها المجهولين من العاملين وبقيادتها دائما الله يديكها القيادة نحتفل هذه السنة بأليوبيل الفض والمنجز الكبير يجب أن نحافظ عليه ونبع عليه طبعا كل شكر لإلك دكتور وبإنجازاتكم أكيد تامر بدنا نسمع كلمة منك أكيد نهاية القانون أنا شخصيتي على تلفزيون غير على تلفزيون أنا مش عارفة أنا بمنتج وأحذف وأشطب إن شاء الله يكون يعني زي ما حكى الدكتور بمجال صناعة المحتوى نركز على الإيجابيات نبعد عن السلبيات نبعد على التعليقات السيئة نحاول نظل صف واحد يد وحدة نحافظ على البلد ندعم المظلوم نوصل الرسالة الكويسة قدام العالم والناس نعكس الصورة الحسنة للشعب الأردني المضياف صاحب المبادرات صاحب الخير نكمل للآخر ما نيأس ما نزهق نحب مخرجنا الرائع الحبيب طبعا نحن نقول إن شاء الله يا ربي نصر قريب لكل أهلنا في غزة الحبيبة إن شاء الله يا ربي يرحم كل شهدائنا وينصر وينفرج عن كل أسران الأبطال ويشفي جرحانا وإن شاء الله يا ربي يجي يوم وننتصر ونفرح كل شعبنا العربي مهندن أنا بدي أوصل تحية كبيرة للمخرج عمران أبو صهيون عمران حبيبي اللي عرفنا عليكم طبعا وعمران زميل ومبدع طبعا أكيد عمران حبيبنا وأخونا وشركة كواليس وكل أصدقاء والحبة في الأردن أنا بدي أشكركم كلكم تايم شكرا كثيرا إنك إجيت كمان لليوم كل عفوا والمرة الجايبة تيجي لحالك بدون بابا أنت وناصر أعمل معكم لقاء لحالكم شو رأيك أه خلص أو أنا باجع العقبة بنعمل أنا وياك لقاء رح بصير نختم على صوت أكيد طبعا ما يسعدك إن شاء الله وأشكركم على وجودكم وخميسكم سعيد يا رب وجمعة مباركة يوم غد بإذن الله دمتم بألف خير حلقة جديدة بكرة رح تكون معكم أكيد من ليالي رمضان شدوا الهم الهم قوية مركبين ده ع الحرية يا بحرية هيلة 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 يا ريس ريس هالميناء معروف لألعاجين يا بحرية هيلة 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 شكرا لا يسعدك يا الله